بسم الله الرحمن الرحيم زملأنا الأعزاء طلبة الفرقة الخامسة ان شاء الله في البرزنتيشن زي هنتكلم عن موضوع breast feeding وال breast milk substitutes وموضوع complementary feeding أول حاجة هنتكلم عنها وهي الفيسيولوجي of lactation عايزين نعرف ازاي الملك production بيحصل أهم استيميلس طبعا بيخلي الملك production يحصل وهو ان البيبي يعمل effective suckling وسwallowing على النبل بتاعة الام ده بيكتيفيت tactile receptors في النبل ويبعت impulses للهايبوثالموس الهايبوثالموس طبعا بتكتيفيت الانتيريو posterior pituitaries بيطلع 2 hormones من الانتيريو بتيوتري بيطلع البرولاكتن ومن البرولاكتن ومن البرولاكتن بيطلع الoxytocin وكل واحد ليه دوره في الريفلاكس ده البرولاكتن مهمته ان هو يحفز الملك secretion يعني يخلي الملك producing cells في البرست تبدأ تعمل الملك production الاكسيتوسن بيساعد على الملك ejection يعني بيخلي السموذ موسيلز بتاعة البرست فيحصل ايجاكشن او للملك اللي تعمل الى البيبي طبعا زي ما احنا دايما بنقول ان البرست فيدن فده معناه ان اكيد ربنا سبحانه وتعالى عامل ليه فوايد كتير الفوايد دي طبعا في حاجات منها للام وفي حاجات للبيبي وفي حاجات كامن ومفيدة لكلاء الام والبيبي او للبوندنج اللي بينهم هما الاتنين نينجي الفوايد البرست فيدنج بالنسبة للام احنا قولنا ان بيطلع الاكسيتوسن من البستيرو بيتيوتوري عشان يعمل ملك ايجاكشن او ملك لدان نفس الاكسيتوسن ده انه بيشتغل على السموذ موسيلز بتاعة اليوترس يخليها تعمل كونتركشن فاليوترس بعد الولاده يبقى فيه جود التون ده بيخلي البلود فاسلز بتاعة اليوترس تقفل فيمنع حدوس البوست بورتم هامريج ليه طبعا كونترسابتف فاليو ازاي انه هرمون البرولاكتن اللي احنا قولنا انه بيطلع من الانتيرو بيتيوتوري وبيخلي الريست سيلز تعمل ملك برودوكشن هو نفسه بيعمل انهيبشن للوفيوليشن زي طبعا اهمية البرست فيدنج في انه بيقلل الريسك اوف برست كانسر وبيقلل الاستيو بروزيس حاجة تانية مهمة جدا بما اننا دولة الى حد ما فقيرة وهي الاكوناميك فاليو انه ربنا سبحانه وتعالى مدينا الام تقدر تغذي بها طفلها في اول 6 شهور بقل افرت وباحسن هايجينيك سيركمستانس نيجي لاهمية البرست فيدنج بالنسبة للام والبيبي مع بعض طبعا اهم حاجة هو البوندينج او الفايدة السايكولوجيكال للام والبيبي انه ده بيحصل من خلال ما نسميه سكين تو سكين كونتاكت انه تلام جلد الامة مع جلد البيبي ده طبعا بردو بيخرج الاكسيتوسن زي ما احنا لسا ايلين والاكسيتوسن غير فاويده اللي بتخص الملك برودوكشن والاكسيتوسن هو هورمون البوندينج والاتاتشمنت طيب بالنسبة للاطفال اللي بيبقى فيه انديكيشنز معينة انه هما يلجأوا الامهاتهم يلجأوا الى استخدام الفورميلة طبعا لازم نشجع الام برضو انها تعمل سكين تو سكين كونتاكت عشان ما تفقدش السايكولوجيكال بندج مع البيبي بتاعه نيجي الفوائد البرست فيدنج بالنسبة للبيبي طبعا معروف ان البرست فيدنج بيقلل الاوتو اميونيتي بشكل عام يعني بيقلل ان الجسم يعمل abnormal reaction towards its own cells وده البيض طبعا بتاع الاتوبي او الالرجي والبيض بتاع تايب 1 ديابيتس ميليتوس زائد انه هو كمان عشان الbalanced macro and micronutrients اللي موجودة فيه بيقلل risk of obesity والrisk of adult hypertension او metabolic syndrome بشكل عام اللي بيكون فيها obesity وhypertension وtype 2 ديابيتس نيجي الفوائد التانية اللي هي رقم 3 و it's very important عشان يحسن الايكيو بتاع الولاد والاكاديميك بيرفورمانس بسبب طبعا حاجات كتير جدا بالذات اللي تخص ال essential fatty acids اللي موجودة فيه اللي بتعمل myelination للنرف cells هنتكلم عليها بعد شوية فيه فايدتين بالنسبة للGIT هي فايدة رقم 2 ورقم 4 انه هو بيحسن او بيخلق مجموعة هايلا من healthy commensal bacteria داخل الانتستن ودي لها دور مهم جدا جدا في انها تمنع the incidence of necrotizing enterocolitis في prematures انه يحصل invasion للGIT ب pathogenic cells وكذلك هي بتعتبر او بيحتوي على GIT growth factors ودي بتساعد على repair of damaged intestinal cells هنتكلم دلوقتي عن همية ال breast feeding في بناء ال immune system او ايه هي الميكانزمات اللي بيشتغل بيها breast feeding في protection of human body هنلاقي فيه طبعا اكتر من ميكانزم هناخدهم واحد واحد ونتكلم عليهم طبعا احنا عارفين ان فيه انواع من ال anti body's داخل جسمنا فيه anti body مهم جدا وهو immunoglobulin A immunoglobulin A ده اللي بنلاقيه موجود في body secretions بشكل عام وبيبقى اهميته في انه هو يحافظ على immunity of body surfaces بنسميه هو المسؤول عن surface immunity طبعا الاي جي ايه موجود في breast milk ولكن موجود على واجه الخصوص في الكولاسترم هنتكلم بعد شوية ايه هو الكولاسترم و ايه مكونات و ايه فوايده ايضا ال breast feeding بيحتوي على immune cells اهمها طبعا lymphocytes وال neutrophils وال macrophages بيحتوي على بعض المواد المناعية المواد المناعية زي ايه زي ال anti stafilococcal factor زي ال cytokines وال interferens وال complement وطبعا كل حاجة منهم ليها دورها الفعال جدا في ال immune system بيحتوي على ليزوزايم اللايزوزايم ده عبارة عن حاجة بتدسولف البكتيريا لسلول وبالتالي تمنع البكتيريا بيحتوي ايضا على الاكتوفرن الاكتوفرن ده is an iron binding بروتين وليه دور برضو فعال جدا في ال immune system كنا لسه من شوية نتكلم على الكومانس البكتيريا او البكتيريا الحميدة اللي موجودة جوا الجي اي تي بتاعنا اللي هي بنسميها المايكرو بايوم مايكرو بايوم ده بيتكون بفاكتوريز كتير جدا اهمها بعد ال type of delivery هي ال breast feeding لانه ال breast feeding فعاليا بيحتوي على كومانس البكتيريا او على بكتيريا حميدة اهمها طبعا الاكتوباسيلس بيفيدوس وايضا اللاكتوباسيلس بيفيدوس بروموتينج فاكتور ده فاكتور بيساعد على ال replication بتاع اللاكتوباسيلاي عشان كده شكل المايكرو بايوم مهم جدا جدا بسبب وجود ال breast feeding وده اللي بيحدد ال immunity بتاعة الجسم كله واي احتمالات تعرض الجسم ده فيما بعد لمشاكل autoimmunity او هنفهم دلوقتي اه مكونات ال breast feeding واي الفرق بينها وبين الكاو ملك طبعا ال energy composition في الاتنين تقريبا متساوي وال water content كذلك متساوي and it's very high في ال breast milk هنلاقي ان ال water content حوالي 88% عشان كده احنا دايما بنقول الولاد اللي بيبوا اكسكلوسيف لي breast fed مش محتاجين يشربوا ميو نيجي على البروتين والبروتين ده الحقيقة هو الفرق الكروشي ده اللي بين ال breast milk وال cow milk هو اللي بيخلينا نقلق قوي من ان احنا ندي الولاد cow milk خصوصا اقل من سن سنة في اه نوعين من البروتين اه موجودين في القلبان بشكل عام عندنا بروتين اسم وي وعندنا بروتين اسمه كازين البروتين اللي اسمه وي ده بروتين سالس جدا ويزيلي دايجستبل جدا ومش معقد خالص في ال biochemical composition بتاعه عندنا بروتين الكازين هنلاقيه العكس ان هو بروتين ال biochemical composition بتاعه complicated جدا وهو صعب جدا في الهضم بجانب انه هو allergenic يعني ايه لما الطفل بياخده اقل من سن سنة احنا عارفين طبعا انه breast milk اكيد اخف من الكاو ملك طب ليه السبب انه ال way to casein ratio في breast milk 60 الى 40 والراتيو دي تقريبا معكوسة في الكاو ملك فده بيخلي الكاو ملك اصعب في الهضم وده برضه نفس السبب اللي ممكن يخلي بعض الناس يحصل لها شوية بلوتينج او احساس بعد ما تاخد الكاو ملك زائد طبعا اه يعني قصة ان هما ممكن يبقوا شوية lactose intolerant اه ال breast milk زي ما كنت بنتكلم من شوية بيحتوي على اميون او protective functions كتير قوي اهمها الاميون globulin A والاكتوفرن والdigestive enzymes والGIT growth factors هنلاقي انه ما فيش اي حاجة من الحاجات دي تقريبا معجودة في الكاو ملك احنا كده تكلمنا على quality of protein نيجي بقى ليه ال quantity او كمية البروتين اللي موجودة وده برضه فرق مهم جدا 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 طبعا بالبلد كده احنا عارفين انه الكلا بتاعت اي انسان ليها لمت معين على انها تتحمل ال osmotic load اللي بتتعرض له البروتين طبعا من اهم اه المكونات او من اهم الماليكيولز اللي ليها osmotic load عالي الكدني بتاعت ال baby newborn بيبقى لسه قدرتها على ال excretion وال filtration اقل من ال adult فبالتالي القدرتها على احتمال ال osmotic load الموجود بشكل عام اقل فطبعا مش هيبقى افضل اوبشن قدامي ان انا تقديهم لبن يحتوي على ازماتك لود عالي لانه اقام ملك تقريبا في بروتين اراند 3.5 جرام لكل 100 مليليتر اه بعكس البروت ملك في تقريبا واحد الى واحد واثنين جرام بر هندر مليليتر فاذن البرست ملك ربنا خلقوا عشان يبقى سيوتوبل للكدني بتاعت ال baby newborn وفي نفس الوقت هيكمية البروتين دي is very very sufficient to promote growth احنا مش محتاجين في السن الصغير اكتر من كده في حين ال adult ممكن يبقى مفيد ليهم ان هما او ال children الاكبر سنا يعني يبقى مفيد ليهم ان هما ياخدوا اه بروتين اه اعلى شوية لانه definitely اه هما اكبر وزنا فاحتياجاتهم هتبقى اكتر وايضا هتكون الكلاب تاعتهم عندها قدرة على الاكسكريشن اف ديس بروتين فما يبقاش فيه ازماتك لود عالي على الكلاب تاعتهم زي النوبورنز نيجي دلوقتي لبقيت الماكرو نيوترينز وهي الفات اند كاربوهايدريتز هنلاقي ان الفات كنتنت تقريبا كاماونت متساوي في الاثنين اه وهنقول بعد شوية انه الفات موجود في الهايند ملك اكتر هنفهم ايه الهايند ملك ده هنتكلم عليه وعن الفرق بينه وبين الفور ملك ولكن الكواليتي بتاعت الفات totally is different وفي البرست ملك طبعا سبحان الله هنلاقي ان هي easier digestion وان هي less irritant لان ما فيهاش volatile fatty acids كتير زائد ان البرست ملك is very very rich في الاسنشل fatty acids اللي احنا قلنا عليها من شوية انها مهمة جدا للبراين development لو فاكرين لما تكلمنا على فوضة breast feeding للبيبي قلنا ان هو بيساعد على ان الايكيو بتاع الولاد يبقى احسن والسكول performance بتاعهم يبقى احسن من خلال طبعا different mechanisms ولكن من اهمها هو احتواءه على essential fatty acids وكوليستيرل عالي جدا وده بيبقى مهمة لل myelination of nerve cells طبعا النرف cell كل ما كان لها myelin sheath اكتر كل ما ده معناها ان هي بقت cell sophisticated وصل اه بتعمل function معقدة بعكس cells less myelinated او اللي not myelinated بالنسبة للcarbohydrates هنلاقي الكورب كونتنت في ال breast milk اعلى من الكاو ملك اه وطبعا البوردو كواليتي مختلفة تماما البيتالاكتوز هو اهم شجر موجود في ال breast milk وطبعا الاكتوباصيلس بفيتس برموتينج فاكتور اللي احنا قلنا عليها ان البرموتينج فاكتور ده مهم جدا جدا لتكاثر الكومانس البكتيريا اه المفيدة لل immune system واللي بتشكل المايكرو بايوم اللي هو من الاخر كده واجهة immune system بتاع الانسان نيجي دلوقتي للمنريلز والالكترولايتز هنلاقي انه الكاو ملك فيه high sodium content بعكس ال breast milk ربنا ظابط ال sodium content على قد requirements بتاعت البيبي لانه طبعا requirements في السن الصغير اقلب كتير من السن الاكبر عشان كده ساعات فيه ولاد لما بيبقوا لسه infant صغيرين قوي او او ايفن اه يعني ستيل يعني بايبس بيرضعوا وبياخدوا بطريقة خاطئة طبعا كاو ملك ممكن يقولنا presenting with hypernatremia and electrolyte disturbances عنيفة جدا يعني الموضوع is very serious مش مش موضوع بسيط بالنسبة للكالسيوم والفوسفيت content هنلاقي انه التوتل امونت تقريبا او التوتل كونسنتريشن اقل في ال breast milk من الكاو ملك ولكن لو تفتكروا احنا عندنا حاجة اسمها كالسيوم فوسفرس اللي هو الريشو بين الكالسيوم والفوسفيت تقريبا اه اللي بتخلي يحصل ابزوربشن للاثنين الريشو دي في ال breast milk 2 to 1 في حين انها في الكاو ملك 4 to 3 طبعا ده بيخلي الابزوربشن بالريشو الاقل 2 to 1 افضل بكتير من الريشو 4 to 3 عشان كده بنسمي انه في بايو افليبليتي احسن من الكالسيوم والفوسفيت يعني انا ممكن يبقى عندي كمية كبيرة جدا ولكن فاينالي اللي بيبقى ابزوربت حاجة صغيرة فالعبرة بالريشو فالريشو ربنا سبحانه تعالى ضابطها 2 to 1 for better absorption بنسبة للآيرن هنلاقي طبعا ان الآيرن اصلا في الكاو ملك قليل جدا زائد انه هو بيقل الامتصاص الآيرن عشان كده ساعت لما بنلاقي ولاد كتير بياخدوا very big portions من بنلاقيهم عندهم يعني احنا بنحب الولاد ياخدوا بس طبعا مش اكتر من بتاع يومهم اللي هو بيبقى 2 to 3 cups per day ساعات في بعض الامهات بيفرحوا ان الولاد بيشربوا لبن وبياكلوا زبادي فبيسيبوهم ياخدوا كميات كبيرة جدا جدا ابتوا ان هما يبدأوا يبقوا iron deficient عشان كده يعني الكنتنت بتاع الايرن في الكاو ملك قليل وايضا كمية ايرن تكفي اول اربع شهور من عمر البيبي كمية دي مش كبيرة ولكن هي بتبقى برضو على قد في الفترة الاولانية من حياة الولاد هي اول اربع شهور وبردو بتاعتها اعلى وافضل بكتير بالنسبة الباقي الفيتامين هي نلاقي انه فيتامين سي وويتامين دي از انادكوت في التو تايب سوف ملك عشان كده فيتامين دي سيبليمتاشن is very important من day one of life وانا اتكلم برضو عن النقطة تضيب بعد شوية بالنسبة الفيتامين اي وويتامين بي كميات فيهم is optimum according to the requirements of the child of the infants في حين انها totally inadequate in cow milk نجد الوقت المراحل اللاكتيشن مراحل اللاكتيشن هي اول الحاجة الكولوستروم اللا هو لبن استرسوب بالبلدي اكيد سمعتوها او هتسمعوها ثم الترانزيشنال ملك ثم finally الماتيور ملك الكولوستروم بيبقى في اول يومين تلاتة ده لبن استرسوب مهم جدا 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 البيبي ياخدو هنقول اهميته ايه دلوقتي الماتيور ملك هو اللبن اللا فيه الكمبوزيشن الطبيعي بتاع البرست ملك الخلاص اللا هو عدى المرحلة الترانزيشنال وده بيتعمل او بيبدأ يبقى يبقى تقريبا في خلال اسبوعين لتلاتة طيب المرحلة اللا في النص بقى اللا بين الكولوستروم اللا اول يومين تلاتة وبين الماتيور ملك اللا هي اول اسبوعين تلاتة بنسمي اللبن اللا بينتك في الفترة دي ترانزيشنال ملك اول حاجة نيجي نتكلم عن الكولوستروم الكولوستروم دا يا جماعة هو بيبقى لبن لونه اصفر خفيف جدا بيتكون او بيخرج من لبن الام في اول يومين تلاتة من الولادة اهميته كبيرة قوي 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 احنا نتكلم عليها في السلايد اللا بعد كده وكميته مش كبيرة ليه ليه كميته مش كبيرة لانه معدة البيبي في الاول كام يوم بتبقى لا تحتمل اكتر من 5-7 مليلترز اف ملك او كولوستروم برفيد يعني كل البيبي ما ياخد رضع هيبقى بيك كتير قوي مش مطلوب منه ياخد اكتر من 5 الى 7 ملي هنيجي ان لو الام رضعت حوالي 7-8 مرات في اليوم هنلاقي انه تقريبا كمية الكولوستروم دي بتبقى في حدود حوالي 60 ملي في اليوم عشان كده بيبقى غلط انه الناس تفتكر ان الام صدرها فاضي عشان ما شافتش لبن ابيض بعنيها او الناس اللي حواليها ما شافوش لا هو بيبقى البرست موجود جوا الكولوستروم والكولوستروم عشان كميته قليلة فالبيبي بياخده في كم مصة من البرست وخلاص من غير ما يبان ان في لبن بيتدلق والام ما بتحسش بانه فيه فولنس او فيه هيفنس في البرست بتاعه اذا الحاجات دي كلها طبيعية عشان احنا يبقى دورنا ان احنا نريه اشور الام في المرحلة دي ونفهم الام وما حولها انه البيبي معدته صغيرة وانه فيه كولوستروم على قد حجم معدته وانه مهمة قوي ان احنا ندي الكولوستروم ده بس ما نديش اي حاجة خارجية تانية لانه هو ده المهمة بالنسباله دلوقتي وهي معدته ومش المفروض انها تحتمل اكتر من كده زي ما تكلمنا في السلايد اللي فات وقلنا انه عندنا نوعين من اللبن وفيه نوع في النص اسمه ترانزيشن الملك هنقول الفروق الواضحة جدا بين الكولوستروم والماتيور هومن ملك الكولوستروم يولاد بيبقى عبارة عن سائل تخين ولونه اصفر كميته قليلة الماتيور ملك بيبقى لبن لبن عادي لبن خفيف ولونه ابيض وكميته كبيرة جدا كل ما الام بتردع اكتر كل ما بيبقى فيه ملك برودكشن اكتر فكرة الكمبوزيشن المختلف دي لها اهمية كبيرة قوي على الاميونيتي بتاعت البيبي انه ربنا خلى الكولوستروم ده بيحتوي على تمانية جرام بروتين لكل ميت ميلي لو تفتكروا احنا كنا قولنا ان الماتيور هومن ملك فيه كام فيه من واحد لواحد واثنين جرام لكل ميت ميلي ايه فكرة ان البروتين كونتنت بتاع الكولوستروم يبقى عالي جدا لانه ربنا سبحانه تعالى منزل للبيبي كمية امينو جلوبلنس كبيرة قوي 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 في الكولوستروم ده لانه دي اول حاجة الجي اي تي بتاع البيبي بيبقى اكسبوزد ليها كربوهادويت كونتنت اقل شوية فات كونتنت تقريبا ده سيم وبرضو فيه منيرل كنتنت عالي يبقى اذا هو وسائل تخين لونه اصفر فيه كمية عالية من البروتين والمنيرلز مهم جدا جدا البيبي ياخده في اول ثلاث سيم الماتيور ملك طبعا هيبقى بروديوزد وذين تو تو ثري ويكس وفي النص زي ما احنا قولنا امت المفروض تبدأ الام براست فيدنج طبعا البرست فيدنج تيجب ان تبدأ فيه براست فيدنج في الوقت اللي الام يعني اقرب وقتها هي تبقى ادرة فيه انها تبقى فيدنج يريد تبقى فيدنج طبعا لو الام والدها فجائنا ديليبري يفضل ان الترايل او الفرست trial of breast فيدنج تحصل في ديليفري روم والام تبدأ تعمل ال skin to skin كونتكت اللي احنا قلنا عليه عشان تبرموت ملك بروديوزد فافضل وقت ان الأم تبدأ فيه breastfeeding هو أول ساعة immediately post delivery المفروض الأم تعد تردع مدة قد أي according to the world health organization recommendation أنه يحصل exclusive breastfeeding for the first six months and the breastfeeding to be continued for two years يعني إيه exclusive breastfeeding يعني البي ما يخدش أي مأكلات ولا مشروبات غير لبن الأم أفضل شيء أنه هذه البروست تحصل exclusively في أول ستة شهور وبعد كده ممكن الأم تكمل duration of breastfeeding to be extended لحد سن سنتين على حسب قدرتها واللي هي عايزة أو اللي هي قادرة تعمل بالنسبة للvitamin D والiron دي مهمة جدا عشان بوردو دي WHO recommendation لو فاكرين لما جينا تكلمنا عن breast milk composition قلنا أنه هو الvitamin D فيه تقريبا مفيش zero عشان كده vitamin D supplementation لازم يبدأ من day one of life ولما تكلمنا عن iron قلنا أنه فيه iron قليل ببيو availability كويسة ولكن it's adequate for only four months عشان كده البي the full term exclusively breastfed لازم يبدأ prophylactic iron supplementation من الشهر الرابع عايزين نعرف ازاي الامة ممكن تردع صح؟ اول حاجة تدي البيبي breast بتاعها امتى؟ المفروض ان الامة تردع حسب الرغب او on demand او بمعنى اخر ان هي المفروض تستجيب الى hunger cues بتاعت البيبي او علامات الجوع بتاعت البيبي ايه الهونجر cues بتاعت البيبي؟ طبعا عندنا علامات early وعندنا mid cues وعندنا علامات very late اللي هو البيبي خلاص بقي very irritable وagitated ايه العلامات ال early؟ ان البيبي يعمل mouth opening ويعمل زي routing او side to side head movement كده كأنه بيدور على النبل بتاعت الام بعد شوية يبتدي البيبي يعمل stretching ويبتدي حركته تبقى اكتر يعني physically more active ويبتدي يحط يده في بقه الليت cues بقى هي crying الفضيع جدا جدا والagitation زي ما احنا قلنا ومش المفترض ان البيبي يوصل لهذه المرحلة بس الامة طبعا مع experience بتبتدي تبيك up early hunger cues بتبتدي تفيد البيبي في المرحلة دي ثاني حاجة مهمة في التكنيك هي positioning بتاع البيبي عشان يبتقي الرضع في حاجة مهمة جدا جدا او شوية tips مهمة قوي ان الامة تتدرب عليها وحد يساعدها فيها عشان تعمل حاجة اسمها proper latch يعني proper latch معناها انه البيبي يمسك على الجزء الصحيح من ال breast عشان الموضوع دي يتحقق لازم وضع البيبي يبقى مظبوط بالزبط جدا على وضع الام يعني اول حاجة مهمة جدا ان البيبي اللي بيطلع الى سدر الام مش الام اللي بتنزل للبيبي يعني ما يفعش الام تبقى قعدة ظهرها مقوس ومحنية ونزلة للبيبي والبي جسمه مرمي تحت على رجليها ده طبعا مش هيساعد ال proper latch وهنعرف بعد شوية يعني ايه proper latch او نعرف ازاي ان البيبي محتط له proper latch برضو تاني حاجة مهمة جدا ما يفعش ان الام يبقى راس البيبي عند سدرها وبقيت جسمه محدوف برا لا هو لازم كل البيبي جسمه وراسه يبقوا كلهم in one line وكلهم turned في حضن الام يعني سدر البيبي وبطنه وراسه كلهم في اتجاه سدر الام الحاجة الثالثة انه لازم جسم البيبي يبقى supported طبعا عشان الام تقدر تحتفظ به في ال position ده ممكن تحتاج تستعين ببعض الطق المخدات او المساند اللي تسند البيبي بيها عشان ما يفقدش ال position المزبوط ده والمفروض رقبة البيبي طبعا ما تبقاش متنية هي بتبقى straight او slightly extended مهمة قوي ان الام تتدرب وان يكون في حد بيساعدها على proper positioning احنا قلنا شوية tips عشان تعديل وضع البيبي لو بسيتوا على الصور هتلاقوا positions مختلفة لل breast feeding في حاجات عندنا position اسمه football position اه حاجة اسمع cradle حاجة اسمع cross cradle في انواع كتير جدا من الاوضاع اللي الام تقدر تستخدمها بس لو بصينا على الصور هنلاقي من الكي انه position بتاع البيبي زي ما احنا وصفناه بالزبط البيبي هو اللي طالع على صدر الام والام في positions اللي فيها sitting ضهرها مفروض البيبي جسمه كله وراسه في حضن الام بعده هتلاقوا الصور كلها كده البيبي كل جسمه supported هنلاحز ان الام تقريبا في كل الاوضاع supporting البيبي باديها وبمخدات زي ما قلنا هنلاقي في position زي ال football position راس البيبي في ايد الام والمقعدة عند الالبوس وفي اوضاع تانية العكس زي ال cruddle position هنلاقي راس البيبي عند كوع الام والمقعدة عند الهاند وفي اوضاع تانية اثناء النوم والكلام ده كله اوضاع مختلفة بس اهم حاجة ان يتحقق فيها الشروط اللي احنا قلنا عليها نجي دلوقتي نشوف ازاي الام تقدر تعمل proper attachment او proper latching زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت طبعا لازم تكون الامة محققة شروط وضع جسم البيبي وان البيبي يبقى سابورتت زي ما تكلمنا واكبنا عن معلومات دي نيجي بقى الوضع بقى البيبي المفروض عشان ناخد لاتشنج او اتاتشمنت مزبوط يكون البيبي ماسك على غالبية الاريلا اللي هي البوني اللي حاولين النيبل ويكون البيبي بيمص على الجزء البوني وليس على النيبل نفسها لانه هو لو مسك على النيبل نفسها ومص عليها الامة هتتعور في النيبل بتاعتها ويبدأ يحصل نيبل إيروجينز ومشاكل بقى وحاجات مشاكل تانية كتير قد تعوق ان البرست فيدنج يكمل بطريقة سلسة ومريحة المفروض ان البيبي يبقى مناخيره تقريبا لمسة النيبل في الاول نحاول ان الام تعمل زي ستروكينج كده او تحرك النيبل بتاعتها على مناخير البيبي والأبر لب عشان تشجع البيبي انه يفتح بقه فتحة كبيرة زي رقم سابعة لما البيبي بيمسك على غالبية الاريولة المفترض انه يبقى باين هالة من الاريولة من ناحية الشفة العلوية للطفل اكتر من تحت يعني هو تحت بيبقى ماسك على غالبية الاريولة ويبقى فيه عند هلال من الاريولة متشاف عند الابر لب بتاعت البيبي اتأكد ازاي ان البيبي ماسك صح ابص على الساينز دي انه يكون طبعا فتحة كبيرة اللي قولنا عليها احنا قولنا في الاول بنعمل بنعمل stroking للنوز والأبر لب عشان البيبي يخلي بقه يبقى ويبقى ويدلي اوبن طيب البر اتأشمنت بعرفه ازاي بعرف بان انا بلاقي الماث is not widely opened the chin is away from the breast tissue and most of the aryla is exposed مع ان احنا قولنا ان المفروض الاريولة غالبية هتبقى جوه بقى البيبي معادة small hello above or from the side of the upper lip بعرف ازاي ان البيبي بيعمل effective suckling طبعا انه يتحقق عندي شروط الاتأشمنت الصح اللي انا شفته بعد ما البيبي يبقى عامل proper attachment او proper latching ابتدي الاحظ ان البيبي بيعمل slow deep sucks with poses يعني بيبلع بيعمل اصوات بلع وبياخد breaks in between sucking movement اه ال sucking وال swallowing وبعد لما البيبي بيعمل proper evacuation breast بيسيب ال breast spontaneously وبعدها بيبقى relaxed and sleepy مش restless ولا crying عادة الفيجرس بيبي اللي هو البيبي الاكتف اللي وزنه حلو اللي بيمص كويس جدا هنلاقيه بيفضي ال breast تقريبا في 5-7 minutes وغالبية الملك اللي في ال breast بيبقى obtained early in the feeding يعني في اول 2 minutes تقريبا البيبي بيفضي حوالي 50% طبعا الرقم ده مش standard ممكن بيبي بيبقى وزنه اصغر شوية وليس vigorous فياخد وقت اطول شوية وهكذا بس ده يعني ال average في الاطفال ال healthy full term كلنا لو ما اشتغلناش حتى هنقابل في العيلة ام بتشتكين بتشتكلنا انه البيبي بتاعها على طول بيعيط وهي دافت دماغها معناه انه baby is not getting adequate feeds احنا ازاي نعرف الام دي ازا كان البيبي فعلا بياخد adequate feeds يعني امتى اقول لها حضرتك عندك مشكلة ابنك ما بيرضعش كويس ما بياخدش كمية رضاعة كويسة وامتى قطن منها اقول لها لأ ابنك بيرضع كويس جدا صحته كويسة ازا نبتدي يشوف اسباب تانية لعدم لقلة النوم مثلا او للعياط الكتير زي الكاليكس وما الى ذلك في حاجات مهمة جدا 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 منهم حاجتين كبار دول اللي بيبقوا reliable clinical signs نقدر نعرف بهم ان البيبي بياخد adequate breast feeding اول حاجة هي frequent wet and solid diapers يعني البيبي المفروض يكون بيعمل كمية يورين كويسة وكمية stool كويسة كويسة دي معناها قدي غالبية البيبيهات الهالثي اللي بيبقوا بيرضعوا كمية breast milk كويسة جدا يعني عادة بعد كل satisfying meal من الرضاع ب past tool يعني ساعات الام تيجي تشتكي تقول يا دكتورة ده كل ما بيرضع بيعمل بالعكس this is a very good sign في اول في ال neonates بالزاد او في newborns ان هو معنى كده ان he is getting enough breast milk وطبعا ان اليورين output بتاعه يكون كويسة عادة لما الامة بتغير ستة دايبرز فيهم يورين وتلاتة دايبرز فيهم stools على الاقل تلاتة دايبرز فيهم stools هنقول للامة دي حضرتك ابنك بياخد breast milk بكمية كويسة وطبع العشر سيام تقريبا البيبي بيفقد حوالي ten percent من ال birth weight بعد كده المفترض ان هو الصين اللي الطميني ان البيبي عند سن عشر الى اربعتاشر يوم يكون رجع لوزن الولادة بعد ما خاص ال ten percent اللي احنا قلنا عليه ايه مشاكل اللي بتبان باتري مع breast feeding اشهر حاجة اللي قلنا عليها من شوية هي او اشهر حاجتين بيعملوا القصة دي هي ال improper attachment ان البيبي مش عامل proper latch او proper attachment و pulling on the nipple and not the area تاني حاجة ان يكون في منيريا علاج القصة دي ايه علاجها ان انا اصحح وضع رضاع يعني اساعد الامة في ان البيبي يبقى in proper position وان هو يقدر يعمل proper attachment او proper latching على ال breast طبعا احاول اخلي الامة breast feed for shorter periods more frequent and shorter periods تستخدم حاجة emollient cream احيانا ممكن نستعين بنبل احيانا ممكن الامة تحتاج تعمل temporary pumping لحد ما دا يتحسن مشكلة بتقابلنا مع الامهات هي مشكلة breast engagement دا عادة بيبقى المشكلة التانية اللي بتنتج بعد nipple cracking لما الامة بتتعور من improper latching او improper attachment بتتعور في النبل لان البيبي شد عليها وعورها تبتدي تحس ب pain و sore لما تيجي تحاول تردع تباقين severe pain فما تقدرش تفضل breast كويس ما تقدرش تعمل breast evacuation فتخش في مرحلة ingorgement ف sore nipple وال improper attachment دا اشهر سبب او ان تكون الامة مش بتردع ب frequency كويسة تساعدها انها تعمل proper evacuation او تكون انها بتعمل nursing from one side يكون عندها ناحية من ال breast هي بتقدر تردع عليها احسن او بتقدر تملك البيبي وهي حطها على الناحية دي احسن فالناحية التانية ما بتفضاش كويس فبتخش في ingorgement طبعا علاج القصة دي ان انا اعمل reassurance للام وسعيدها اهم حاجة انها تعمل proper breast evacuation واحسن طريقة للـ evacuation هو frequent nursing ولو عندها اي sore nipples اعالجها زي ما قلنا بامونينت كريم ممكن لو فيه fungal infection استخدم topical antifungals مع fomentations وانالجزيكس تساعد الام شوية انها تخفف احساسها بالبين ثالث مشكلة بتقبلني في ال breast feeding هي insufficient breast milk طبعا مهمة الفيزيشن في المرحلة دي انه يحدد اذا كان فعلا دي حاجة objective يعني هل دي حقيقي انه breast milk بتاع الام مش كافي ولا دي حاجة subjective الام بس هي اللي حاسة بيها بس هي مش حقيقية قلنا طبعا هي عندنا كزا حاجة نحكم بيها weight gain weight زائد بعض علامات الاخرى اللي بتدل على شبع ال baby طيب لو كانت الام فعلا عندها مشكلة في ان هي عندها أو insufficient breast milk هل ده لأسباب معينة؟ طبعا دي أسباب كتير اهمها ان الام ما بتعملش frequent feeding لانه احنا زي ما تكلمنا في الاول قلنا على الملك production ده عرضه طلب يعني البيبي لو ما عملش sucking على breast مش هيحصل prolactin و oxytocin release فبالتالي مش هيحصل milk production و milk ejection عشان كده لازم frequent nursing او frequent feeding ممكن الام طبعا يكون quality of diet بتعيتها مش كويسة فلازم نتأكد انه في proper nutrition ممكن الام تكون ما بتاخدش fluid intake كويس عشان كده الام لازم تشرب ماية كويس وممكن طبعا تساعد نفسها شوية انها تعمل احيانا temporary pumping ده كنوع من انواع الاستيميليشن بس ان جنرال احنا بنقول انه افضل حاجة للاستيميليشن of breast milk flow هو انه البيبي يعمل frequent nursing طبعا day and night المفروض انه في اول تلت شهور من حياة البيبي الام بتردع on demand وبتردع صبح وليل بعدد من امام 8 مرات يوميا وممكن يبقى up to 12 مرة في اليوم هل في حالات معينة او اللي الام حضرتك ممنوع ان انت تردعي اه بس الحقيقة الحاجات دي قليلة جدا 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 في حاجات تخص الام وحاجات تخص البيبي بالنسبة اللي يخص الام ان يكون الام عندها open pulmonary tuberculosis وخلي بالكم من كلمة open open دي عشان معناها ان هي infectious او الام عندها chronic debilitating disease وان هي health status بتاعتها وحشة nutritional status بتاعتها وحشة فهي مش قادرة تردع زي severe heart failure chronic renal failure severe liver failure والامراض الكرونيك بشكل عام او ممكن تكون الام دي مثلا بتاخد انواع معينة من الادوية من substance abuse يعني او هي عندها مشكلة صحية بتخليها تاخد بعض الميديكيشنز طبعا الميديكيشنز الممنوعة مع الرضاعة هي حاجات قليلة جدا 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 واحنا عندنا data basis بنقدر من خلالها نعرف safety بتاعت الدوة ده اه مع breast feeding بندخل اسم الدوة وبنعرف to what extent breast feeding بيتأثر او البيبي بيتأثر بوجود الدوة ده فيه contraindications تخص البيبي الحقيقة نقدر نقول ان فيه واحدة منهم بس هي absolute contraindication اللي هي مرض الجالاكتوزيميا مرض الجالاكتوزيميا طبعا اه هو مرض اه من المتابوليزم بيبقى فيه مشكلة في الميتابوليزم بتاع الجالاكتوز واحنا عارفين انه البيتا جالاكتوز هو السكر الرئيسي في ال breast milk فعشان كده it's absolutely contraindication لانه البيبي ده ده مرض life long فبالتالي هيبقى ال breast feeding ممنوع عليه absolutely طول عمره بقيت الامراض الفنال كيتونورية وامراض ال inborn errors الثانية يعني فيه debate اننا نمنع تماما او ندي calculated amount من breast milk اللاكتوزينتولرنس اللي بيبقى ممنوع فيه breast feeding هو ال congenital lactase deficiency اللي هو برضو عمره ما هيخف وهيبقى طول عمره intolerant لللاكتوز بعكس الحالات اللي بيبقى فيها شوية secondary lactose intolerance بسيط زي مثلا secondary intolerance اللي بيحصل بعد النزلات المعوية او ال gastroenteritis ده مش شرط يبقى absolute contraindication بس احنا بنتكلم ال absolute هما الجالكتوزيميا وال primary او ال congenital lactase deficiency فيه مشاكل تانية بتبقى الامة الان انها تردع او فيه حد بيديها نصيحة مش صحيحة لان الرضاعة تبقى ممنوعة بالنسبة للبيبي او مضره اهمها طبعا واشهرها او hepatitis C and hepatitis B بالنسبة للهيباتايتس C ما فيش اي evidence L ان هو بيحصل milk transmission للفيروس بالنسبة للهيباتايتس B ممكن يبقى فيه milk transmission بس اي ام نون hepatitis B البيبي بتاعها بياخد hepatitis B immunoglobulin at birth وكل الاطفال حتى اللي امهاتهم مش نون hepatitis B بياخدوا hepatitis B vaccine at birth فبالتالي البيبي هياخد هياخد ال vaccine وهياخد ال immunoglobulin فهيبقى total immune وش هيبقى فيه اي مشكلة ان الامة breastfeed احيانا بس بنقول انه ممكن يبقى nipple cracking خصوصا لو في bleeding per nipple ده ممكن يبقى transient contra indication عشان البلود لكن في معادة ذلك الامة تقدر ت breastfeed مفيش مشكلة fever and common cold عند الامة برضو مش contra indications خالص لل breastfeeding بالعكس ده في وقت لما الامة بيبقى عندها اه الفلو او اي acute illness يعني acute mild illness طبعا مش severe illness بيبقى جسمها فيه immunoglobulins بتتنقل للبيبي عن طريق breast milk فمش هيبقى فيه اي مشكلة اه السموكينج طبعا يعني مش contra indication بس احنا لازم نعمل انها تحاول قدر الامكان تقلل اه اه الانتريك في بعض الاحيان اللي ممكن يكون فيه دواعي طبية ان انا استخدم اه breast milk substitute او artificial formula للبيبي من ضمنها الحاجات اللي هي قلناها من شوية موانع breastfeeding او الصعوبات اللي ممكن الامة توجهها اثناء breastfeeding تخليها ما تقدرش تكمل او يبقى عندها اه او عند البيبي من ضمنها الحاجات اللي مانع صعي اه اه الارتفيشال formula او breast milk substitute كان زي ما بقى اسمها دلوقتي مش زي زمان كان اسمها artificial formula دلوقتي اسمها breast milk substitute ممكن اديها اه بثلاث طرق طريقتين الاولانين ان انا بحتفظ بشوية breastfeeding ولكن بدي complementary يعني انا بدي ال breastfeed ال breastfeed الاول البيبي يخلصها اكمله ب formula او ببطل ال supplementary دي ان انا بقسم رضعات بخلي عدد معين من الرضعات من الام اه ديركتلي وبعض الرضعات من formula totally اه ودي اسمها supplementary ال substitute دي ان انا تقريبا يعني بريبليس breastfeeding كله ببطل تخضير formula تكنيكو مهم جدا جدا اهم حاجة طبعا او ان انا اتأكد على السيفتي بتاعة الملك فيدس دي ما يبقاش source of infection و source للنزلات المعوية اهم حاجة طبعا proper hand washing تاني حاجة proper washing للبطل دي من اي بقاية formula ومفروض ان انا بعد ما البيبي بيخلص ما بسيبش اي milk remaining in the bottle بعد كده ان انا اخضعهم ال sterilization او البايلنج عشان اقدر استخدمهم في coming feed ال dilution طبعا بتعلبا مهم جدا عشان احيانا كثير ممكن الام تعمل very diluted formula فتبقى hypo caloric وما بتبقاش nutritive للبيبي وده البيبي يخش في مشكلة under nutrition او الام تبقى عاملها over diluted فده ممكن يعرض البيبي لمشكلة solid load عالي طبعا على الكدني بتاعته فاكرين زي ما كنا بنتكلم بردو ساعة تلقاوه ملكو بنقول ان protein content بتاعه يخليلي renal overload effect نجد الوقت نتكلم عن انواع infant formulas هنلاقي عندنا انواع كثير هنمسكهم واحدة واحدة كده ونتكلم عليها كلمتين اول حاجة standardized humanized formula standard humanized formula دي هي اللبن الاطفال اللي هو مشتق من cow milk بس اتعمل له processing غيرت شوية من ال content بتاعه بحيث ان هو يبقى اقرب ما يكون لل breast mark يعني لو فاكرين هتلاقوا ان احنا بنغير فحكتين مهمين جدا هو protein content quantity amount بنخليه around 1.2 1.4 ونغير في way to casein ratio لانه دي كانت اهم فرق تاني بين breast milk وبين cow milk وده البن بتبقى اللي هي standard للبيبي full term في اول 6 شهور من العمر لو تعذر او كان في contra indication لل breast feeding تاني حاجة follow on milk formula follow on milk formula دي هي برضو humanized formulas بس بنستخدمها للبيبي هات من فوق سن سن من فوق سن 6 شهور يعني بنستخدمها كباردو كمالة للرضاعة مع complementary feeding البريتوم infant formulas دي هي formulas ببقى برضو humanized formulas cow milk based وبنغير شوية في composition بتاع البروتين بتاعها يعني بنخلي البروتين اعلى شوية من standardized formula وبنخلي برضو caloric content بتاعها اعلى شوية لانه premature baby محتاج higher caloric and protein requirements the elemental formulas دي اللي هي او اللي بنسميها extensively hydrolyzed formulas دي فكرتها انه الكازين اللي موجود في الفورميلة العادية بيخضع عليه process of hydrolysis عشان يختفي منه الالرجينيك افاكت بتاعه لانه لو فكرين احنا ما اتكلمنا قلنا ان الكازين هو البروتين اللي بيبقى الالرجينيك في الكاو ملك فلما الكازين ده بيخضع الى complete hydrolysis المفترض انه هو بيخلي هذه الفورميلة تتحول الى hypoallergenic او elemental او extensively hydrolyzed formula الصوي based formulas الصوي based formulas او lactose free formulas بشكل عام طيب نستخدمها لما بيكون عندنا مشكلة مع lactose content بتاع breast milk او formulas العادية وقلنا two indications منها قلنا الجالكتوزيميا وقلنا congenital lactase deficiency اخر حاجة بقى انه احنا عندنا بعض الالبان اللي تغير فيها شوية حاجات تخص البروتين content عشان تبقى مناسبة لل metabolism of proteins يعني احنا عندنا مرض الفيناي الكتنورية اللي احنا قلنا عليه من ضمن relative contra indications بتاعة breast feeding اه اتعمله formula اتشال منها الفيناي الألانين بقت فيناي الألانين free بحيث ان هو مايبقاش فيها amino acid ويبقى فيها بقيت ال amino acids المهمة ان الطفل ياخدها for proper growth السلايد دي تقريبا مراجعة للكرامة اللي احنا قلناها قبل كده ليه fresh animal milk بشكل عام وال cow milk بشكل خاص is not recommended for infants أقل من سنة لأنه هو في allergenic potential في nutritional factors برضو مش مزبوطة لو فاكرين قلنا proteins بتبقى عالية وال lipids بتبقى big molecules ومش سهلة في ال digestion بيبقى sodium content عالي calcium phosphorus ratio مش optimum for absorption وبيبقى ال iron برضو قليل وغالبا بيانترفير مع ال iron absorption ما فيهوش ال immunological value بتاعت ال breast milk وطبعا libel contamination بعكس ال baby اللي بياخد directly من ال breast بتاع ممته وغالبا زي ما قلنا قبل كده انه ال intake بتاعها بيعمل iron deficiency anemia و zinc deficiency وركض لانه بيانترفير مع ال absorption بتاع ال nutrients دي وهو مش غني بيها فبالتالي انا مدتش لل baby source في supplements في ال vitamins دي وفي نفس الوقت ال data source بيقلل ال absorption بتاع ال vitamins دي من بقية الاكل نتكلم دلوقتي عن complimentary feeding عايزين الاول نعرف يعني ايه complimentary feeding complimentary feeding complimentary feeding معناها ان انا ادخل اي drinks او solids مع breast milk دي عكس كلمة exclusive breast feeding اللي احنا قلناها انا قلنا exclusive breast feeding ان انا ما بديش لل baby اي food او اي drink غير breast milk هنا لا هنا بدي لل baby اي milk اي food او اي drink including even the formulas غير breast milk كده معنا complimentary feeding امتا المفروض نبدأ complimentary feeding او امتا نبدأ ادخال الاكل الصلب لل baby او بداية الفطام الفطام مش معناه ان الام توقف breast feeding لا الفطام معناه علميا ان الام تبدأ تدخل drinks او solids غير لبن الام ال who زي ما قالت لينا قبل كده انه لازم ال baby يفضل على exclusive breast feeding 6 شهور اذا المفروض complimentary feeding يبدأ عن 6 شهور محتاجين نعرف ليه 6 شهور بالزات لقوا ان ال baby عند سنة 6 شهور بيبدأ ال content بتاع breast feeding لوحده او breast milk لوحده ما بيبقاش كافي ل proper growth and proper development زائد ان الطفل بيبدأ يبقى exposed ل vitamins and mineral deficiencies كتير جدا 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 عشان كده exclusive breast feeding مش حلو احنا قلنا exclusive breast feeding 6 شهور ده افضل option ولكن prolonged exclusive breast milk ده مش شطارة خالص من الفاميلي اللي موجود فيها ال baby ده ليه لانه زي ما قلنا هنحصل under nutrition مفيش proper caloric intake و proper protein intake لانه ال rate of growth ما بقاش ماشي مع محتوى breast milk لوحده هيبتدي الطفل يبقى at risk for iron deficiency anemia اللي هي للأسف اندمك في بلدنا وفي العالم كله وهيبقى برضو at risk for rickets ايه قواعد ال weaning او قواعد complimentary feeding المفروض انه complimentary feeding في البداية بيبقى new experience يعني ال baby او ال infant اللي كان متعود على suckling of milk بس هيبتدي ينتقل لمرحلة تانية وهي ان هو المفروض يبتدي يستخدم او يدوق consistency مختلفة و variety مختلفة من الاكل واشكاله و الوان مختلفة ازاي ابدأ ال process دي المفروض ان انا طبعا كل مرحلة من سن ال baby ليها انواع او food groups معينة ابدأ بيها عادة fruits وال vegetables and the vegetables and the rice series هي اللي بنبدأها في اول ال weaning هل بنبدأ كل ده مرة واحدة ولا فيه steps المفروض الامة بتلتزم بيها طبعا فيه steps مهمة قوي الامة تعملها عشان خاطر ال process دي تبقى حاجة safe وما يبقاش فيه منها اي complications بالنسبة لل baby المفروض ان الامة بتضرب one food stuff جديد كل 3-5 سيام ايه الفكرة في كده الفكرة انه انا اختبر هل ال baby ده بيعاني من اي مشاكل الالرجي تجاه الفود ستوف ان انا دهوله ده ولا لا بعد ما اقدم الفود ستوف ده ويعدي 3-5 ايام without any adverse effects او any complications يبقى ما عنديش اي signs of allergy للأكل ده طبعا ببتدي small amounts مش مطلوب ان ال baby يخلص طبق اكل ببتدي small amounts وفي الاول بتبقى ال consistency اتقل شوية من breast milk وبعد كده بافضل اتقلها gradually لحد ما توصل ان ال baby يبقى بياخد finger foods او shop foods يقدر هو يمسكها ويكلها من بقدي على بقه لما الموتر بتاعته تبدأ تسمح بكده وده في الغالب بيبقى عند سن تقريبا من 8-10 شهور اه طبعا نحاول الاكل يتقدم بطريقة attractive لما ال baby يبدأ يبقى more aware شوية والمفروض انه طبعا لما اقدم new food اقدمها ب schedule يعني احاول اخلي فيه معاد معين ثابت لي الوجبة كل يوم بقدم الوجبة فيه في نفس الوقت يوميا عشان اخلق نوع من الروتين لانه خلق الروتين ده بيخلي علاقة الطفل بالاكل منضبطة جدا وما يبقاش الموضوع عشوائي لانه طبعا الاكل ده يعني حاجة روتين مهم جدا ما ينفعش يبقى بدون قواعد عشان كده لازم بندخل اه الوجبة في معاد ثابت اه عادة يفضل ان ال baby ما يكونش معية مجوع في الاول بالذات لانه هو مش هيبقى عنده خلق انه هو يبتدي يجرب new taste احنا عايزين في الاول الموضوع يبقى pleasurable experience فممكن تبقى معادته مليانة نصف مالية كده يعني بين رضعتين مثلا اجربت دي له يستطعم او يدوء لحد لما افضل ازاود الكيميات تدريجيا والاصناف تدريجيا لحد لما ال baby يبقى بياخد تقريبا كل food varieties ساعات كتير ممكن الام تقدم صنف معين لل baby والبي ما يحبش الصنف ده او ما يستطعمهوش فهي ممكن في الوقت ده خلاص تقرر ان الصنف ده مش من التفضيلات بتاعت ابنها فما تجربش تعرضه عليه تاني وفي نفس الوقت يتقدم صنف الطفل يحبه فتفضل ده طول الوقت ده للأسف بيخلق حاجة اسمها بيخلي الطفل في اصناف معينة بس هو اللي بياكلها وبيبقى بيعزب ممته بعد كده لما بيكبر في انه هو بيكلش غير اصناف قليلة جدا عشان كده لو في صنف معين الطفل ما يحبوش المفروض ان الام بتبطل تعرض الصنف ده شوية صغيرين وبعد كده تبدأ تقدمه تاني في environment مختلف بطريقة مختلفة لحد لما الطفل يتقبله وعشان نقول ان الطفل بيكره صنف الاكل ده المفروض يكون اتعرض عليه زي ما قلنا في السلايد اللي فات انه لازم يبقى فيه الاسكاديول ده مهم جدا جدا هل الام المفروض تفضل طولي اليوم تجري ورا البيبي بالاكل ده للأسف الشديد بيحصل كتير قوي في بيوتنا طبعا ده المفروض ان الميل تايم يبقى ليه وقت محدد من 15 الى 20 دقيقة والبيبي ايا كان بقى الكمية اللي كان لها في الوقت ده خلاص الاكل بيرجع يتعرض تاني في وقت السناك ثم بيتعرض تاني في وقت الميل الاساسية المفروض بعد ما بلد قبل اسكيديول بتاع الاكل الطفل بيكون تقريبا بياكل تلات وجبات اساسية واثنين الى تلاتة سناكس ده طبعا مع تطور السن مش من الاول احنا كده كده متفقين احنا بنزود الكميات والاصناف والميل مهمة قوي في فكرة الفرايتي فكرة ان انا ابقى بدي للبيبي فرايتز فيها فات وفرايتز فيها كاربوهايدريتز وفرايتز فيها بروتينز لان كل حاجة من الفرايتز دي لها اهميتها اهم حاجة طبعا ابقى عارفة الفرايتز اللي بتندرك تحت كل مجموعة اول حاجة بروتينز البروتينز هي البلدينج بلوكس هي اللي بيتبني بيها التيشوز بتاعت البيبي هي اللي بتعمل بيها السيليلر انزايمز هي اللي بتعمل بيها الامينو جلوبيلنز الانزايمز والهرمونز عشان كده لاغينا عن البروتينز البروتينز طبعا هنلاقي فيها حاجات كتير جدا من ضمنها اللحوم والاسماك والفاتي ميت والديري برودكتز والاكز والفش والناتز والبقوليات كلها واللنتلز والبيز والحاجات دي كلها بتندرك تحت بند البروتين وعندنا الكاربوهايدريتز مهمة جدا جدا لان هي تقريبا مصدر الساتياتي بتاع الطفل وبتاع الكبار وكل حاجة وهي أشهر حاجة طبعا فيها بالنسبة للفات طبعا الأوليفز والأفوكادو ولكن هو غني جدا جدا بالفات والباتر كل الفرائتز دي مهمة جدا الفات بالذات احنا تكلمنا عن أهميته أكتر من مرة هو أكتر موليكيول فيه أنيرجي دانستي عالية بيساعد على الابزوبشن بتاع الفات سولي بالفيتامين وهما فيتامين اي وفيتامين دي فيتامين اي وفيتامين كي وبيساعد طبعا في الثرمال كنترول وبيعمل سابورت للفيسرة وبيخلي الفات بلاتابل وبيبروفايد الاسنشل فاتي اساتز عشان البرين ديفلوبننت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حاجة اخيرة بس احب اقولها لكم اعتقد احنا نسينا نقولها في النص اللي هي تخص الفرق بين الفور ملك والهايند ملك يعني ايه فور ملك ويعني ايه هيند ملك ساعات كتير قوي نسمع من بعض السيدات او الامهات تقول انا لبني خفيف وامة تانية تقول انا لبني تقيل هل في ام لبنها خفيف باي ديفولت وام لبنها تقيل باي ديفولت المعلومة دي مش دقيقة علميا المفروض ان كل سيدة البرست بتاعها بيكون ملك الملك ده بيتقسم الى جزئين الجزء اللي بيجي في اول الرضعة اسمه فور ملك والجزء اللي بيجي في اخر الرضعة اسمه هيند ملك ايه الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين انه الفور ملك عبارة عن مية وسكر والهايند ملك عبارة عن فات دهون يعني دسم الفور ملك عبارة عن مية وسكر هدفهم ايه؟ طبعا هدفه ان البيبي بيبقى وانه ياخد غلوكوز عشان ده مهم الفات كونتنت اللي فيه ده مهم جدا جدا لسه طاقتي والبلاتابلتي ومهم جدا عشان الويد جاين عشان كده دايما بننصح الأم إنها تعمل لحد الآخر ثم طارد على البيبي عشان كده مش بنحب برضو نقول للأم حددي مدة عشر دقايق من كل براست لأن ده بيخلي البي غالبا ياخد الفور ملك من هنا والفور ملك من هنا ويخسر الهيند ملك في النحيتين فيبقى خد مية وسكر كتير السكر ده يبقى فرمنتد فيعمله جازية استيستنشن وديسكمفرد وفي نفس الوقت هو مخدش الفات اللي يخليه حس بستعيتي فهيفضل برضو كل شوية عايز يرضع عشان كده الصحة في الإدوكيشن بتاع الأم إن أنا أفهمها إنها تعمل ثم تعرض على البيبي وإن ما فيش أم لبنها خفيف بس وأم لبنها تقيل كل أم في بيجي عندها فور ملك ثم هاين ملك أتمنى تكون المحاضرة كانت خفيفة على قلبكم ومفيدة وإن شاء الله بالتوفيق بإذن الله ترجمة نانسي قنقر